أضحى حلو النادي القنيطر لكرة القدم لا يسر لا عدوا ولا حبيب خاصة بعد بداية الموسم الحالي التي صار فيها النادي الأخضر على إقاع التعطر محصلا بذلك على ثلاث نقاط مرة من أصل 12 ممكنة وتفأل محب الكاك خيرا قبل قصة شريط الموسم الحالي بعد تعاقد إدارتهم مع الإطار الوطني حسن بن عبيشة لقيادة عارضته الفنية خلفا لسلفي فؤاد الصحابي الذي غادر سفينة الفريق نهاية الموسم الماضي وأثر النادي القنيطر تركيبته البشرية بعد ذلك بأزد من 18 لاعبا في المركات الصيفي الذي كان النادي القنيطري أحد أكثر الأندية نشاطا خلال أيامه النادي القنيطري يطعم تركيبته البشرية بضمه 14 لاعبا دفعة واحدة وجاءت بداية الموسم على عكس التوقعات حيث حصد النادي لحدود اللحظة ثلاثة تعادلات يتيمة مقابل هزيمة الرمت بالفريق الذي كان في الأمس مرجعا في كرة القدم الوطنية نحو المراتب الأخيرة لقسم الظلمات وأجج الإقصاء المر الذي مني به زملاء المهدي مولتاي منتصف الأسبوع الحالي من مسابقة كأس العرج أمام الودادة الفاسي من غدب عشاقي وأنصاره الذين لا طالما هللوا بكونه فريقهم أول من تسلم الكأس الغالية سنة 1961 من يدي الراحل الحسن الثاني وداد فاسي تفوق على النادي القنيطري ويسعد لملاقات الرجاء في الدور المقبل من كأس العرش وزد ابتعاد أنصار الكاكة المشهود لهم بالإبداع عن مدرجات الملعب بلدي من برودة ومعاناة الفراق الذي تسبب به الجائحة وتردي مردود المستوى العام الذي يبسم عليه الفريق هذا الموسم وكردي فعل يلخص الوضع بأكمله طالب محبي وعشاق النادي القنيطري من الشركة المسؤول عن النقل التلفزي بحقها في مشاهدة فريقها المفضل تحت شعار من حقين تفرج فرقتي قبل أن يترجع المتيمون بحب حامل لقب الدور المحلي في أربع مناسبات عن ذلك بعد مشاهدة مستوى أبناء بن عبيشة أمام الوداد الفاسي في اعتدار هزلي يكتسي توب الحصر على ما آل له النادي القنيطري ويأمل مناصر النادي القنيطري في أن تجود عليهم باقي الدورات بر منطادة تحملهم من جحيم قسم الظلمات لنور حضيرة الكبار التي ألف تأتيتها لعلهم بذلك يجدون إجابة للسؤال يحمل في طياته استشرافا لتاريخ عودة الكاك لمنافسة كبار القوم بدل زرع البدور الخوف في قلوب محبيه من ترد الأوضاع وزيادة الطين بل ترجمة نانسي قنقر